اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا كنت تقفيت بشغل نجيل واحدة باريضة هنا يوجد زيج المقفر هنا يوجد هذه نرى كيف سوف تكون من الداخل ونرى كيف سوف تكون ممارسة هنا يوجد مصامو بسم الله وما يمنى الأخوات سوف نبدأ نهارنا ونبدأ الفطور سوف نشارك معكم فطوري وهذا يوجد مصامو يوجد زيج المعاهد ونشارك معكم فطوري يوجد مصامو فطوري وطوري 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 ثم يوجد زيج المصامو ويوجد تفضيل ويوجد زيج المصامو ديه. آآ الملحة سافي وغادي ندير المال كافي لغا يضيطيب لنا في هذا كآ تيك يعني الخضرة. سوف نديرها فوق البوطة وهدي نرجع معكم نديروا واحد الباكت. مو يمتم ما البنات درت معلقة ديه الخميرة كبيرة. ومعلاق جوج معلقة ديه الزيت جوج معلقة ديه النيدو آآ معلقة تسانيدة. سافي ومعلقة ديه للزبدة آآ هادي الشي اللي درس في العجينة الصراحة للعجينة هذه تجي خاطئة تجي زوينة مهمة نضلكها مزيان ونضيفه هنا تخمر لنا بوحد شوية ديال الزيت سوف نضعها نغطيها ونضعها تخمر لنا سوف يلحو شوة البنات سوف نضيف الكبدة البصلة سوف نضيفه الهريسة الملحة الحسب الضوء الزيت العادية واحد شوية ديال سكنجبير واحد شوية ديال تحميرة شوية ديال كوركم واحد شوية ديال كامون يعني الكبدة ونتم معارفين كسبوية كامون هنا البنات غدي نضيفه واحد العاصر ديال هاداك الاناناسانية لقيتها طيبة غدي نضيفه ديال العاصر هذا صراحة هاكا جزوين مهم غدي نضوزو باش نضيفه ديال كخاب هنا عندي واحد خمسة ديال البيضات ونصطروا حليب معلقة كبيرة ديال الزبدة شوية ديال الملحة وهنايا غدي نضيفه خمسة ديال معلقة ديال ساني دا سوف نطحن مزيان مزيان ونضير الطحين وهنا البنات رجعنا باش نضيروا هاداك هاداك الباقيطات صراحة العجينة جات فنة وجاتها كارطبة وهشيش الأخوات تقدرووا تضيروا بهانتو ما ليشوصوا تهيافة بهاد يعني بعض العجينة هادي عرا يجيوا فنين صراحة هنا اخديش واحد شوية سميدة غدي نمرمدهم فيهم مزيان وغدي نغطيهم غير واحد شوية بما يرتاحوا صافي ورجع ليهم باش نعمرهم مهم الحوش والبنات رازت في هاد الحوش وزيت واحد شوية زيتون ودرت الفرماج الفرماج معا يعني معاه صافي هاتشي درت البنات ونتمنى أنكم تقبلوا علاقتكم تورية وهذا هو الفيديو دي ما تنسوش البنات تصليوا على رسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك على سيدنا محمد وهذا هو الفطور دي للمتواضع البنات وصراحة لك خيب ما صورتوش لكم حيث كان الوقت مدروك مدروك عندي وما كانش لي عاونتو ما عارفين البنات والله الهاضم اللي كانت قواقفة يعني يعير بوحدي ما كان لي حاجة صافينا أخوات أنتوما هنا يا لك خبدي نتيجة وعلا تشكل خفافين أخوات والله الأخفافين بحريش خفافين خفافين صافي درنا البيض اللهم ما أديمها نعمة وحفظها من الزوال وهذه هي الصبة دي أنا صار حاجة تفن والزوج دي العجبات وحيث هو ما عندوش مع الحريرة صراحة لك شي صراحة تقيلة كتكون تقيلة صافي درنا هاتش البنات والعصر دي أنا وآتاي هو لمهم فالطبلة هو لمهم فالطبلة درون يخصي يكون آتاي وصافي البنات 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 صافي ده غادي نقطع معاكم إن شاء الله بحول الله هات البعا قاعدت هاته نقطع معاكم غير فوق الطبلة البساطة بلا طب صير بالأول وأخوات مهم هنا يأتي يجيون من الدخل فيهم الفرماج يختي الفرماج وصافي أخوات هذي هو الفطور دي صراحة كلين الحمد لله والشكر لله وشاط الخير والله العظيم شاط الخير اللي بدنا تشجد شي كامل وشاط الخير الله مبارك أراد واحد غير العين اللي أخوات كديرين لبات مهمة أخوات شوفوا هيا الطبلة شوفوا كي ولات شوفوا كي ولات الطبلة عوشتوا عندهم مدراري ما يديروا صار حاجات كي جاتكم صوبة محمد كي جاتك صوبة نينا محمد كي جاتك صوبة نينا مهمتي مهمة خليكم معنا حتى الفيديو القادم خليكم معنا تالفيديو القادم يا الله طلب وبركاته انتي اش كتمن لسيت اما هنا الأخوات ضروري ومؤكد أنا لنشارك معكم معك القرآن وين وصلت في القرآن إن شاء الله بحول الله هذا الفيديو هو الأخر اللي سنشارك معكم يعني حتى غذين ختم إن شاء الله حيث ما القيام يعني ما كانش ما كانش اللي يكتب لك شي حتى نختم إن شاء الله ونقول لكم ما رأني ختمت هنا الأخوات بعد الفطار جمعت الوقفة يا الأخوات جمعت الوقفة باش نوض نغسل لمويعناتي مهم إنها كان جمعت طبل ولي غط يعني غط 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 وصاف غض نديرو شوية دي النظافة واخا صراحة منيش تفطري صاف كتلوا يلب ناس وش تنش ما بحالي عارس مني كان فطر صاف كاللوا المعدة دي اللي صاف كت قدرني واخا كي قلت لكم أنا ما عندي ش مهم يعني ما كن ناكوش بزي صراحة حيث ما كانش وقيل ما كانش وريبش هكا طار أختي و تولي يا سلام أنا لابنت وريش كوم الصالة مجموعة لما دخلوش لها دراري را كتكون مجموعة ايو واخد كوم لادخلو لها صاف كتبقاش مجموعة كتولي مرونة طب هنا يا لابنت هذك تمرض رشوف هذك البط هنا هن قدي ندوز باش نغسل صراحة ما عنديش بزاف دي الممعن والكوزينة الصغيرة مني تجكون صغيرة صراحة عفتوا غير شوية دي الممعنات ركيبان وبحال لا ما عارض شحال خصني وده بعد شي يال بنا ترى هذك الشي اللي كان قضي به كان غسله تمتم يعني ما نخليش يتراكم عليه هذا طب هنا كنوريكم كوزينتي ها هي المتواضعة يا اختي كوزينتي ان شاء الله بحول الله يعني غد نوريكم كوزينة في حلة جديدة ان شاء الله بحول الله يالله تلو لنفروسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته